يا ترى ايه شعورك لما بتشوف الحيوانات المفترسة بتقوم بالهجوم على حيوان لا حول له ولا قرور اكيد اي نفس بشرية بتتعاطف معاه وشعورك اذا قاوم وقدر يهرب اكيد بتكون فرحات تعالوا نشوف بعض المعارك اللي بتقوم بين الحيوانات الكبيرة اللي ما بتعرفش يعني ايه هزيمة والحيوانات اللي دايما بتقاوم والمعارك اللي حنشوفها كلها بتعتمد على الثقة وعى الشجاعة وعلى التعاون واهم من ده كله الزكاء وتشغيل الدماغ لاخر نفس شوف الفيديو كله وانت حتشوف معارك ما كنتش تتوقع النتيجة بتاعتها في النهاية تكون ايه يلا بينا مواجهة الاسد والامل في هزيمته ده امل بتشتاق ليه او كل الحيوانات رغمتهم الحقيقية في عدم اقتراب الاسد منهم كبيرة جدا لكن مفيش فايدة عمر لابد من حدوثه وبمجرد ان الاسد يكون قريب من تلك الحيوانات بيكون في حاجتين الفرار او المقاومة والنجاح والاثنين امرين من المستحيل تقريبا قوة الاسد زي ما كلنا عارفين مسيرة للهجاب ومزل قوته الرئيسية حجمه وخطلته العضلية وعدته القوية ومخالب حاجة كتير اوي كلنا عارفينه الفيديو اللي قدامنا اللي احنا شايفينه الجاموس الافريقي اخطر حيوانات في افريقيا الجاموس والاسود اعداء الى النهاية المعارك بين الاسود والجاموس واحدة من اكتر المعارك اثارة الجاموس والاسود اعداء منذ القدرة لان الجاموس اكتر طلب من الاسود الاسود دايما بتحب تصطاده لانه وليمة كبيرة وناس كتير بتاكل لكن هل صيد الجاموس سهل بالنسبة للاسود؟ ليس بهذه البساطة لان الجاموس ليه حجم كبير مسير للاعجاب جدا وقرونه المنحنية الكبيرة بتلهم الحيوان اللي قدامه حتى لو مفترس بالخوف والقوة وبالذات لما الجاموس بيبتدي يهاجم المعارك اللي قدامنا دي كلها تم الانتصار على الاسد نتيجة حاجة واحدة بس التعاون بين القطيع ولولا التعاون ما كان الانتصار كان بالشجاعة والقوة ويستمر هذا الصراع الى ما لا نهاية حتى مع الفهد اللي انتو شايفينه وشايفين جموع الجاموس بتعمل فيه الفيديو اللي بعد كده بقى ده أخونا التمساح قدر ان هو يمسك جاموس او هي بتشرب من القطيع شدوا وطلعوا برا وتفرجوا بقى بتركيز اتعمل فيه ايه اتقطع عادينا شايفين في الصورة وهو بيتشال لفوق وبينزل لتحت دون اي مقاومة لازم نكون عارفين يا جماعة ان الجاموس الوحشي قوة خارقة لا يستهان بيها نخش بقى شوية على الحيوانات الضعيفة لكن بتشغل دماغا وهو ده اللي بيجبني في الحيوانات دي شفت الترقيصة بتاعة الاسد دي عجبتني والله الارنب ده عمل مطاردة رائعة مع النصر المخالب القوية الاجنحة الكبيرة لكن الارنب بيهرب في كل مرة تمسك ارادة للبقاء في الحياة بشكل غير عادي وزكاء غير عادي الفيديو اللي قدامنا ده الفهد قرر انه يصطد غزالة طبعا لحدث سباق كبير جداً بين اثنين من اسرع الحيوانات البرية في العالم الفهد بيمسك مؤخرة الغزالة لكن مش من السهل على الفهد انه يمسك الغزالة لانها قوية ولكن الفهد بكل قوته يقدر انه يتمسك بيها وبيحصل على بعض المساعدة من الاشبال بتوعه لكن الغزال بيستطيع انه هو يقوم واستطاع انه هو بقرونه انه هو يطعن الفهد لدرجة انه قرونه بتخترق لحم الفهد وفي النهاية بيهرب الغزال طبعا الغزالة ليست في احسن حالة ولكن الفهد حالته اسوأ مما نتخيل هنا الفهد قدر انه يمسك الغزالة ما قدرش يتقوم اضطرت انها تعمل نفسها ميت جه الاشبال وابتدوا علشان الوليمة فجأة لقوا الغزالة بتقوم وتجري وهم فيه بينظروا في حصرة يعني كله بيبص بصراعه منظر جميل وغزالة ممثلة من التراز الاول نرجع تاني للقوة زي ما قلنا قبل كده ان في بعض الحيوانات قوية وقادرة على انها تقوم هجوم الاسود من هذه الحيوانات الحمار الوحشي احنا اعتدنا على ان الحمار الوحشي ضحية للحيوانات المفترسة وبننسى ان الحمار الوحشي ظهر في كثير من المواقف بيقاون الاسود والحيوانات الاخرى طبعا هو بيتمتع بقوة كبيرة جدا ركلات قاتلة عضات عنيفة صدق او لا تصدق يا عزيزي ان الحمار الوحشي لديه القدرة على ان يقتل اسد الحمار الوحشي مقابل التمساح التمساح يمسك بساق الحمار وبالحظ تمكن هذا الحمار الوحشي من الهروب لكن ده حمار وحشي تاني بيحاول عبور النهر والنهر طبعا مليء بالتماسيح الجائعة وده قتال من اجل بقاء الزرافة وهي اطول السادييات في العالم ولما بتبدأ في الركض ليست المهمة سهلة على شدغ تسقطها وهي مكان الكمين خدت اللاب افطرقها وهي ماشي الخنزير حيوان قوي جدا وليس من السهل قتله استضب بشكل تلقائي وبالسرعته وطار النمر في الهواء اللي كان عاوز ياخد صغار الخنزير اللي قدامنا ده هجوم اسدين على هذا الحيوان البري وبيحاولوا ان هما يقضوا عليه ولكن الاسد تعلق في قرون هذا الحيوان وبعد ساعة من القتال مع هذا الحيوان هرب الاسدان لان هما غير قادرين على الفوز يا سلام على الهروب الرائع من اللبؤات اللي وقفة منتظرة ويا سلام على تشغيل الدماغ هروب في قمة الزكاء استخدام السرعة بشكل غير عادي وطبعا استطاع الهروب موسيقى هذا الحيوان البري يقاوم ثلاثة واربع فبود قمة الشجاعة والمشكلة انه واقف وسط القطيع والكل واقف يتفرر لكن استطاع انه هو يقاوم ويدافع عن نفسه وبعدين لما انضم للقطيع دنيا هيدية شوية خلاص الكلام ان المعارك بالنسبة للحيوانات للشجاعة دماغ شغالة تقدر تنتصر على اي حد مع طبعا التعاون احنا شفنا معارك كتير النهاردة كلها لو لا التعاون ما بين القطيع ما كانش حيضى يبقى فيه اي مقاومة على كل ان كل هذه المعارك تحدث كل ساعة في الحياة البريه اتمنى ان احنا ناخد عيزة من الموضوع ده ان لازم يبقى عندنا ارادة لازم يبقى في تصميم لازم يبقى شجعان شوية لازم يبقى عندنا ثقة في نفسنا هنقدر نعمل اي حاجة والله زي الحيوانات الغلبانة دي ممكن بتعمل اي حاجة هي عايزة المهم ان احنا عندنا ارادة وتصميم يارب يكون الفيديو عجبكم واشكركم على حسن الاستماع ما تنسوش تشتركوا في القناة ويا انا القاكم في الفيديو الخادم لكم تحياتي اشتركوا في القناة